دلوقتي فهنتكلم معاكم عن نموذة كده نسائي ملهم جدا يمكن دايما بنتكلم عن فكرة انه العمر ده مجرد رقم انه هي حاجة مش اساسية انه ما فيش حاجة بنوصل عندها لسن معين ونقول خلاص بقى كده او الوقت عدة او انا سني كبر على ان انا ابدأ من جديد او ان انا ابدأ ادخل في حاجة جديدة ولكن السيدة اللي معانا النهاردة هي بتثبت عكس الكلام ده كله وهي اماني ربيع هي ام وجدة واشتركت في مسابقة مستر اوليمكيا ودي مسابقة رياضية يعني تعتبر واحدة من اهم واقوى البطولات في العالم وهي شاركت بالتحديد من خلال رفع الاسقال في منافسات وزن 67.5 سيدات ويمكن هي بدأت على فكرة هو الموضوع انه مش من زمان وهي رياضية لا هي بدأت من اربع سنين بس فييمكن هنا الموضوع يعني لو عندها 59 سنة دلوقت يمكن بدأت في الخمسينات من عمرها يمكن ده سن الناس كتير قوي ممكن تقول لا يعني الوقت خلاص عد والتعليقات السلبية اللي بنشوفها دايما من الناس اللي حاولينا او من المجتمع اللي شايفين انه كلما الواحد بيتبر خلاص بتبقى فيه فرص كتير قوي راحب عليه لكن هي بتثبت لنا انه لا العمر فعلا مجرد رقم وحنا تكلمنا كتير قوي في الموضوع ده في ايم باكس يمكن كمان اماني ربيع مش اول مرة تاخد بطولات ولا تشارك في بطولات مهمة زي دي لكن هي كمان شاركت في نفس البطولة سنة 2019 وحققت وقتها ميداليتين واحدة زهبية والتانية برونزية وحققت حوالي 40 مدالية زهبية على مستوى منافسات الجمهورية و7 مداليات زهبية على مستوى البطولات العربية يعني نموذج هائل جدا بصراحة نموذج مسائي عظيم فعلا برضو ممكن تلاقي مثلا حد بيوصل للسن 60 او حاجة تلاقي الناس تقولك خلاص بقى يلا هو اللي جاي قد اللي رايح طب يلا دي مسك الختام وهيبدأ ان هو يبقى بيتكلم ان هو بقى خلاص عايز يتقاعد عايز بقى يعد مع احفاده او اولاده خلاص وعايز يستمتع بالحياة لكن بطلتنا قصر في كل الكلام ده كله ومحققة زي منوران قالت 40 مدالية زهبية وغير البطولة بتاعة مستر اولمبيا دي حاجة عظيمة جدا يعني فخر اكيد لكل السيدات بالذات انها بتعمل حاجة فوق الطبيعي او المعروفين المعفتات بالضبط يمكن الحلو كمان ان هي بدأت تعمل حاجة بتستمتع بيها وخلت كمان رياضة جزء كبير او يعتبر هو محور يومها